اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض فإن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجعلها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وعد المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه دوعا ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا وقد وعد الله عز وجل من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج القربات في الدنيا والآخرة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات فصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف صدق وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ويقول صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة كما أن قضاء حوائج الناس من صفات الأنبياء المصطفين عليهم السلام فهذا موسى عليه السلام حين ورد ماء مديان وجد جماعة من الناس يسقون أنعامهم وجد من دونهم مرأتين لا تسقيان حتى يفرغ الرجال الأقوياء من سق أنعامهم ودوابهم فلما عرف عليه السلام حاجتهما تقدم بنفسه وسقى لهما حيث يقول الحق سبحانه ولما ورد ماء مديان وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام تقول له السيدة خديجة رضي الله عنها والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرد ضيف وتعين على نوائب الحق فكانت حياته صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذا به في قضاء حوائج الناس غير أن قضاء حوائج الناس منه ما هو واجب من خلال الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة فبها تقضى حاجات الناس وتفرج قرباتهم حيث يقول الحق سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقول سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقد قرن الله عز وجل الزكاة في كثير من المواضع بأعظم الفرائل وأجلها وأعلاها مكانة وهي الصلاة تعظيما لشأنهما حيث يقول الحق سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ويقول تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ويدخل في وجوب قضاء حوائج الناس كل من كلف بالقيام بأمر من أمور حياتهم أي أن كان تكليفه وعليه أن يسر ما استطاع إلى التيسير سبيلا حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن قضاء حوائج الناس المندوب إليه ما كان من خلال الصدقات التي تدعم دور الزكاة في تحقيق دورها المجتمعي لذلك جاء الشرع الحنيف بالحث عليها والترغيب فيها حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلى قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ولا شك أن أجر الصدقات عظيم وخيرها عميم حيث يقول الحق سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا ويقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء فما أحوجنا إلى قضاء حوائج الناس من خلال البذل والعطاء الواجب والمندوب سواء أكان زكاة مفروضة أم صدقات جارية أم صدقات عامة كما أن الأغذى بيد الضعيف صدقة وإغاثة الملهوف صدقة وكف الأذى عن الطريق صدقة ويعانة ذو الحوائج صدقة وكل معروف صدقة اللهم احفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين أم صدقات جارية أم صدقات الجارية ومعروف صدقة جارية شكرا